السلام عليكم ورحمة الله محطتنا اليوم حول فتح بيت المقدس والتي وقعت مجراياتها في السابع والعشرين من رجب من سنة خمسمائة وثلاث وثمانين الهجرة وأما سبب الفتح أن النتائج الحاسمة في معركة حطين وظهور المسلمين بمظهر القوة شجعت القادة والجند والعلماء وعامة الشعب على المطالبة بفتح القدس فعقد صلاح الدين العزم على فتح بيت المقدس وتقدم بجيوشه لحصار المدينة بعد أن أمر أسطوله في مصر بالتوجه لقطع المدد البحري عن الصليبيين عالم الصليبيون فحشدوا كل طاقاتهم بقيادة بطرقهم الأكبر ومعه باليان حاكم الرملة وقد عزموا على الموت وهو أهول عندهم من تسليم القدس حصلت منوشات بين مقدمة جيش المسلمين وطلائع الإفرنج فكانت الحرب سجالة تقدم المسلمون وأحاطوا بالقدس فرأوا على أسوار المدينة من الجند ما هالهم لكثرة حشدهم وجندهم الذي اجتمع لهم طاف صلاح الدين حول أسواره الشاهقة الممتنعة ثم وجد أن القتال الأيصر من جهة الشمال من قرب باب عمودة وكنيسة صهيون فنصب المجانيق في العشرين من رجب فأصبح من الغد فرما بها ونصب الفرنج على الصور أيضا مجانيقهم ورموي المسلمين والمسلمون مقدمون لا يهبون إنهم يبذلون أرواحهم لاستنقاذ بيت المقدس من الصليبيين في سبيل الله تعالى أما الصليبيون فأخذوا يدافعون عنه بدافع العقيدة أيضا فلذلك اشتد القتال كان للإفرنجي كل يوم خيالة يخرجون ويغيرون على المسلمين ويحدث قتل من الطرفين فزاد من ذلك حماس المسلمين مقتل عز الدين عيسى وهو من شجعان الأمراء رحمة الله تعالى عليه كان يباشر القتال بنفسه فحمل فرسان المسلمين حملة رجل واحد فأزالوا الفرنج عن مواقفهم فأدخلوهم بلدهم ووصل المسلمون إلى الخندق فتجاوزوه والتسقوا بالصور فنقابوه وزحف الرمات يحمونهم بالمجانيق توالى الرمي لتكشف الفرنج عن الأسوار ثم نقابوا الصور وحشوه بالمتفجرات وهنا أسقط في أيدي الإفرنج واجتمعوا واتفقوا على تسليم البلدة بالأمان وأرسلوا إلى صلاح الدين فرفض وقال سأعاملكم مثل ما عاملتم أهله يوم فتحتموه فطلب باليان الأمان ليصل إلى صلاح الدين فأمنوا كلم صلاح الدين بالتسليم مع الآمان فرفض فلما يأس قال باليان اعلم أننا في هذه المدينة خلق كثير لا يعلمهم إلا الله وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان فإذا لم تجبهم ولم يجدوا إلا الموت قاتلوا فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا ومتاعنا لا نترككم تغنمون دينار ولا درهمة ولا تسبون ولا تأسرون فإذا فرغنا خربنا السخرة والمسجد الأقصى ثم نقتل من عندنا من أصار المسلمين وهم خمسة آلاف أسير فإذا فعلنا هذا خرجنا للقائكم وحينئن لا يقتل منا رجل حتى يقتل أمثاله ونموت أعزاء أو نذفر كراما استشار صلاح الدين أصحابه ثم قبل منهم التسليم مع الأمان وفرض عليهم مالا على الكبير مقدارا وعلى المرأة مقدارا وعلى الصبي مقدارا وأعطاهم مهلة أربعين يوما ليجمعوا ذلك ثم ليخرجوا آمنين ولقد وفى قسم منهم وعافى صلاح الدين بما عرف عنه من رحمة عن كثير من فقرائهم وعجزتهم فسلم صلاح الدين الأيوبي المدينة في السابع والعشرين من رجب من سنة خمسمائة وثلاث وثمانين الهجرة وأحضر المنبر الذي صنعه نور الدين وخطبت أول جمعة في الرابع من شعبان من سنة خمسمائة وثلاث وثمانين للهجرة ترجمة نانسي قنقر